نتكلم على النوم بتركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم أسنان كامل أو تركيبة جزئية بمشابك للأسنان متحركة ناس كتير تقول لي يا دكتور أنا عايزة نام بالتركيبة أنا أحب أصحى من النوم ألاقي أسناني كاملة وأسناني موجودة ومش حابب شكلي من غير أسنان خاصة السيدات كتير سيدات بتبقى لسه شابات أو حديث الزواج تقول لي يا دكتور أنا عايزة أنام بالتركيبة أصحى لقيها في الفم بجد إحراج أني أمد إيجي في الكومود وأبتجي ألبس التركيبة قدام الزوج الحقيقة أن أنا تكلمت على العامل النفسي ده قبل كده كتير في حلقة منفصلة ولكن النهاردة هنتكلم بطريقة علمية عن مخاطر النوم بتركيبات الأسنان المتحركة وعدم خلعها قبل النوم ووضعها في المحلول المطهر المناسب الحقيقة نبدأ الأول بالتركيبة المتحركة الجزئية طبعا التركيبة المتحركة الجزئية لصغر حجمها إحنا بنخاف جدا أن التركيبة ديت يتم بلعها أثناء النوم أو يتم استنشقها وتدخل على الرئة أثناء النوم وطبعا الدخول على الرئة ده شيء طبعا صعب جدا ربما يسبب لي خراج في الرئة كومبليكيشنز كتيرة وعمليات لفتح وإن إحنا نستخرج جسم غريب أو طقم جزئي متحرك من الرئة طبعا هي شيء صعب وخطير وربما يهدد الحياة كمان غير إنه ممكن يدخل على الرئة ممكن أتخنق من الموضوع دوت ولقدر الله يؤدي إلى الوفاء مش بس تركيبات الأسنان المتحركة الجزئية اللي ممكن تتبلع أو يتم استنشقها ولكن برضو في حالات reported أو سجلت لأطقم أسنان كاملة تم استنشقها وتم بلعها فيجب إن إحنا نتوخى الحذر طيب غير موضوع البلع والاستنشق طبعا تركيبات الأسنان المتحركة سواء الكاملة أو الجزئية بتبقى ضغطة طول الوقت على اللاثة وضغطة طول الوقت على العضم ده للأسف بيسبب لي تآكل في عظام الفك لو أنا مريحتش الفم من تركيبات الأسنان المتحركة لازم أقلع التركيبة أو أخلع التركيبة قبل النوم أخلي الأكسجين يبتجي يدخل الفم أو الفم يتهوى زي ما بنقول تبتجي الدورة الدموية تشتغل في الفم اندفاع الدم يبقى سليم في منطقة اللاثة ومنطقة العضم دورة الدموية مهمة جدا أنها تشتغل في المنطقة لأن الدم دوت هو اللي بيشيل النيوتريانس والتغذية والأكسجين بالمنطقة اللاثة ومنطقة الفك فبيديني تغذية ويقلل من دمور اللاثة ويقلل من دمور العضم كمان حلو جدا أني أشيل التركيبة طبعا ده بيدي فرصة أن التركيبة تتنظف كويس غير طبعا لما تكون في الفم طوال الليل بنظف التركيبة كويس بالفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم وأشطفها كويس تحت مياه جارية وأحطها في المحلول المطهر بتاعها 8 أو 9 ساعات النوم ده بيطهر التركيبة بينظف التركيبة من البكتيريا والجراثيم والفطريات وبيقضي على رائحة التركيبة الكريهة زي ما أنا الفم من حقه أن هو يرتاح التركيبة برضو من حقها أن هي تاخد حقها في التنظيف والتطهير طوال فترة النوم ده هيقللي طبعا برضو من تصبغات التركيبة والألوان اللي بتبقى موجودة على التركيبة وهيقللي الفتيج لتركيبات الأسنان كمان الفم عندي بحتاجة أني أنام فراش ليه أنام وحاجة ضغطة علي أبتدي قبل النوم أنام فراش إزاي أني أبتدي أهتم بنظافة الفم واللسة والغشاء المخاطر للفم واللسان أنضف الفم كويس بالفرشة والمعجون المخصص وأمضمط بالمضمطات الطبيعية الجميلة مضمضة القرنفل مضمضة الشاي الأخضر مضمضة الشاي الأحمر مضمضة الروزميري مضمضات الجميلة الطبيعية اللي أنا تكلمت عنها ولو عندي التهابات ممكن أستخدم المضمضات العلاجية أنضف الفم كويس يبقى فراش أقدر أنام كمان حاجة حلوة جدا أني قبل ما نام أعمل مساج دائري لللسة وعظم الفك بصباعي أو بالفرشة مساج دائري أو تدليك دائري في ناس كمان بتحب تستخدم بعض الزيوت الطبيعية زي زيت السمسم زي زيت الزيتون زي زيت جوز الهند باخد شوية صغيرين على صباعي وأبتجي أعمل تدليك لمنطقة اللسة تدليك لمنطقة اللسة ده هينشط لي الدورة الدموية هيزود من اندفاع الدم لمنطقة الفم هيقلل لي من دمور اللسة هيقلل لي من تآكل عظام الفك هيقلل لي من الالتهابات ومن القرح ومن رائحة الفم الكريهة وهيعالج القطع بسبب طقم الأسنان أو الجروح يعني ممتاز إني أنام والفم نضيف والطقم نضيف أصحى الصبح ألاقي الفم نضيف وفرش ومرتاح والدورة الدموية شغالة أصحى ألاقي التركيبة اتنظفت أقدر أشتفها تحت مية جارية وألبسها بنظافة فأكيد طبعا بعد الحلقة ديت محدش هينام أبدا بتركيبات الأسنان المتحركة الكاملة والجزئية أتمنى فعلا تنفزه أو تقومه بتنفيذ النصيحة لو في حد عنده أي استشارة طبية بيكتبها لي في التعليقات برد على كل أسئلتكم ومستشارتكم الطبية دعما منكم للقناة ما تنسوش الإعجاب لايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعوم الفائدة بنبه عليكم أنكم ممكن تدعموا القناة ماديا عن طريق الانتساب إلى القناة أو الرجواندر أو الجوين أو عن طريق إرسال سوبر سانكس أو سوبر ستيكرز تحت الحلقة أو أثناء البس المباشر موسيقى